موسيقى 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 سلام الله عليكم غالياتي وأحبتي في الله نتمنى هذا الفيديو تلقيكم كامل بصحة وعافية وصفتنا لنا هاليوم ستكون بريوش بالشوكولاة بعجينة من أروع ما يكون عجينة بزف اقتصادية مكوناتها متوفرة في كل بيت و بدون عجن و بدون تعب ستوجدي أحلى بريوش ايضا نحتاجه ميتين وخمسين ميلي لتر حليب دافئ ثلاث مغرف كبار سكر عادي وزن ستين جرام مبشور حبة ليمون ملعقة كبيرة خميرة الخبز او خميرة فورية حبة بيض وثلث الكأس زيت نباتي ما يعادل سبعين ميلي لتر ونصف ملعقة صغيرة ملح وعندي ربعمية وسبعين جرام فارينا ونحن نحشيوه بشوكولاة اغتيني قوتيلا اذا نمروا مباشرة لطريقة التحضير في انجليسي بيون نحط 250 ملي لتر حليب دافئ اللي راح يجيكم بالكأس يرفض 220 ملي لتر راح يجيكم كأس مملوء واربع كأس نضيف السكر ثلاث مغارف كبار وخميرة الخبز وارح نضيف مبشور حبة ليمون لتقدروا تعودوه بالفانيلا لكن انا نسحكم انكم تعملوا مبشور ليمون لانه سيعطيه بالناء رائعة ايضا راح نخلط هاد المكونات كامل مع بعضهم بالفوي بهذه الطريقة او راح نغطيهم بالبلاستيك الغذائي او غطوهم باي حاجة وتخلوه جانبا مدة خمس دقائق حتى تتفاعل هذه الخميرة ايضا بعد ما جازت خمس دقائق على الخالط تهي راح نجي هنا او نضيف عليه حبة البيض اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ وثلث الكأس ته الزيت اللي قلت لكم راح يجيكم سبعين او خمسة وسبعين ملي لتر ونضيف ايضا نصف ملعقة تاع الملح وراني نخلط يعني بعد ما نخلط الكل مع بعض راح نبدأ نضيف الفارينا فارينا خياتي كيما قلت لكم تعملوا ربعمية وسبعين قرام اللي من احسن انها تكون منخولة وربعمية وسبعين قرام خياتي بالكأس اللي يرفض ميتين وعشرين ملي لتر راح نجيكم ثلاثة كيسان مملوئين يعني هيكونوا ممسوحين زائد الكأس الرابع اللي يكون نقص منه اثنين سنتيمتر كيما راكم تلاحظو خياتي راني انطم في العجن تاعي غير بملعقة يعني ما تستعملوش يديكم كيما قلت لكم بريوش بدون عجن ونصدقوني بريوش من اروع ما يكون يعني ما كيش هتتعبي فيه راح اتوجده بكل سهولة وبعد ما اطم العجن تعيش وقوامو كيفش يكون راح يكون يلصق في اليدين راح نحيه ونحطه فوق طاولة العمل ورايح نعجنوه مدة اربع دقائق لا اكثر هنا الهدف تعنا من هادا العجن راح نعجنوه يعني بش يتخلط الكل مع بعض شوفو طريق اخياتي ما تعجنوه شو بزاف اعجنوه غير شوية ونبعد راح نلوزها بهذا الشكل وشوفو كيفش يكون قاومو يعني يكون طريي هكذا باش البريوش تعنا مبعد ايجينه خفيف وراح نعود نردوه في نفس الغسيبه وراح نغلفه بلاستيك غذائي ونخليه في مكان دافئ حتى يتخمره ويتضعف حجمه وبعد ما نتخمر العجن تعيي انا هنا دامعيا مدة ساعة حطيته في مكان دافئ راح نجي هنا يا او ندي غازيه نخرج كامل اللي هو المتواجد فيه وراح نستعين بالقليل التاع الزيت لانه العجين تعيره يلصق كما راكم تلاحظوه ونحيي ونحطه فوق طاولة العمل ونعملوه على شكل احربوش بهذا الطريقة ونحسيتو انه العجين تعكم يلصق في اليدين وما قدرتوش تخدموه استعينو دائما بزافة الزيت النباتي ونقطع الحربوش اللي تحصلنا عليه الى 16 انقطعة يعني تعملو عينكم هي ميزانكم ولا اللي تحب توزن راح يكون احسن وراح اتعملي كل كورا يكون وزنها من 55 حتى 60 جرام ومن بعد راح نكور العجين تعيي الى كورات بهذا الطريقة ودائما راني نمسح يدي بالزيت وهنا يا ما تكتروش بزاف الزيت خياتي يعني تمسحو مصحة خفيفة فقط وبعد ما كورتهم راح نبدأ نحشي الكورات تعيي بالشوكولاتات اغتيني اولي قوتيلا نمسح شوية يدي بالزيت وراح نفتح الكورا بهذا الطريقة ونحط ملعقة صغيرة من القوتيلا في الواسط وراح نغلق عليها جيدا بهذا الشكل وغلقوا عليها ملح خياتي باش ما يتفتحناش البريوش تعنا في الفرن وتسيح هذه الشوكولات نعود نسقمها ونكورها ونحطها في صينية الفرن بعد ما فرشتها بورقة طهي وبعد ما كملت هنا يشكلت كامل البريوش تعيي راح نضغط عليه بهذا الطريقة حتى باش يجينا خفيف وميجيناش مع الجن من الداخل ورح نغطيه بترشونة ونخليه يتخمر مدة 30 دقيقة وبعد ما جزت عليه 30 دقيقة راح نجيب صفار حبة بيض راح نضيف لها ملعقة كبيرة من حليب وندهن وجه البريوش تعيي بهذا الطريقة وحبيت نذكركم خياتي اللي راكم تشوفوا فيها انه اللي تحب تنضم العائلة شهيوات جزائرية تقدر تزورني على صفحة الفيسبوك بشهيوات جزائرية وبعد ما كملت الدهنت كامل الوجهة على البريوش تعيي ورح ندخلو الفرن ليكون مسخن مسبقا على 200 درجة راح يدي معكم من 20 حتى 25 دقيقة وهو لكم خياتي البريوش تعيي بعد ما جبته من الفرن وخليته برد شوية شوفو كيفاش راح يجينا راح يجينا بزف بزف هشيش يعني حيجيكم قطني وخفيف ريشة وبزف بنين وكيما شفتم هيا مقاديره بزف سهلة وقليلة وعطتنا 16 حباء تعبريوش نتمنى انكم تجربوا البريوش بهذه الطريقة لاني متأكدة انها راح تعجبكم ورح تعتمدوها لذا خياتي كانت هذه وصفتنا تعنهار اليوم بريوش بالشوكولة نتمنى انها تكون عجبتكم وما تنسوش تجربوها وترسلو لي تطبيقاتكم على صفحة الفيسبوك شهيوات جزائرية وما بقى للنقلكم استنوني في نفس الموعد وعلى نفس القناة والسلام عليكم